وفق مجلس النواف في جلستها اليوم التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلسة على أصدار بيانا بمناسبة اكتمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقاق باعتباره شهادة حقا ونجاحا لمملكة البحرين كما وفق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة مستعجلة وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة الموقرة كانت أبرز الملفات التي أثارت جدلا بين أعضاء مجلس النواب اليوم من خلال مناقشاتهم للتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها حيث تم استعراض التوصيات الموجهة للسلطة التنفيذية أعتقد بأن الشركة استلمت تركة ثقيلة خاصة مع وجود شركات حققتها بشربحية جيد وشركات كانت وفق الأوضاع المعروفة حققت أيضا خسارة وكان على الفريق المعني بممتلكات أن يقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات وأن ينقل الربحية لكي يستطيع أن يعوض الخسارة في شركات أخرى اللجنة استغرقت أكثر من سنة وأسألة أسألة كثيرة ورسائل كثيرة واجتماعات كثيرة مطولة وبالتالي أعتقد أن هناك تعاون لحد ما الحكومة أنصتت بتماعن إلى تلك التوصيات وضمتها إليها بصدر رحب لكنها أشارت صريحة إلى جهودها المستمرة لإنجاح هذه الشركة أعتقد معظم التوصيات كانت توصيات عامة أهم النقاط أن وضع الشركة الحالية أن الشركة الحالية خلال ثلاث سنوات وفي بند الأسئلة استعرض المجلس رد وزير الطاقة حول السند القانوني للهيئة بإلزام المواطنين بدفع مبلغ تأميني عند التقدم بطلب التزويد بالخدمة والذي جاء على النحو التالي حقيقة شفت أن مبلغ التأمين الذي يأخذ حقيقة مبلغ كبير خاصة في وضع الآن المواطن متحمل أعباء كبيرة ورسوم كثيرة فكان السؤال عن هذا المبلغ في الفترة الأخيرة قمنا بتغيير هذا الإجراء بحيث أن إذا المواطن يملك العقار لا يحتاج يدفع التأمين وإذا كان المواطن عنده أقرباء من الدرجة الأولى يعني عياله أو زوجته ويسكنون في بيت ثاني وبدون مقابل ما يحتاج يدفع التأمين فقط كفالة المجلس وافق أيضا على تقليل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى جاءنا هذا المشروع وهذا القريب يعني أن هذا المشروع بقانون موجود من سنة 2009 من الفصل التشريعي الثاني ولم يبت فيه كله بسبب اللي هو الرسوم حاليا ونشكر نحن المجلس أن نوافق على أن نحن نمر هذا المشروع بقانون على أن لا يتضاعف قيمة الرسم الحالي وفي ختام الجلس قرر المجلس إحالة التوصيات التي خلص إليها حول إعادة توجيه الدعم لاستلع والخدمات للحكومة الموقرة فيما أحال الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص المشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين